موسيقى اذا بمشوارنا الصباحي ومن فقراتنا الاولى هي دائما التغذية ودائما لا نتمتع بين النشاط والصحة راح نتعرف اليوم على موضوع جديد مع ربا مشهربة صباح الخير اهلا دانا اشتقنالك انا اشتقت لفظي اشتقت حلي يحكي لي ما تأكل بكل موسيقى اليوم راح نحكي عن موضوع هبوط السكر يعني في كتير اشخاص انا بعرفهم نزل السكر مش قادر ادخل هذا طبعا بالعامية او بمعرفتنا البسيطة فيما يتعلق بالسكر هبوط السكر شو منعني فيه هلا هبوط السكر انه لما ينزل مستوى السكر عن سبعين بتعرف احنا لما نفحص بالفحوصات السكر فيه الاشخاص اكيد مرضى السكري خاصة النوع الاول اللي كتير دائما لازم يراقبوا نسبة السكر في الدم بيخافوا من حالات يصير عندهم حالات هبوط سكر لما ينزل مستوى السكر عن سبعين ميلي جرام بير دي سي ليتر فهي بتسوي مشاكل كتير كبيرة وهو اشي يعني بيسوي ارق ومشكلة كتير كبيرة للاشخاص اللي هم السكري النوع الاول بياخدوا الانسلين وعادة هدول المرضى لما يكتشفوا هذا المرض اذا خاصة صاروا ياخدوا حبوق الابر الانسلين على كبر يعني مش اللي ينولدوا بالسكر النوع الاول فيه اشخاص بيكونوا على الحبوب بعدين دكتور بيحولهم لابر فممكن يصير عندهم خوف من هذا الموضوع ويصير بعض الحالات اللي يتعودوا على جرعات الانسلين وكيف يزبطوها مع كمية الاكل واضطال الوقت كمان بنحكي شوي عن جرعات هاي مع كمية السكر طب ايش بتكون الاعراض رباب الزبط اللي بيشعر فيها؟ لدانا في كتير اعراض حتى احنا ملخصينها بصورة عادة بيصير عندهم هبوط بالسكر بيصير في عندهم زيدوخة بيصير في عندهم تعرق كتير زائد بيصير في عندهم رشفة هي رشفة لما هيك نحس انه عم نرجع في الحقيقة نزل السكر يعني بيصيروا يعرقوا كتير بيصير في رشفة بيصير في عندنا صداع بيصير في عندنا عدم تركيز بيصير في عندنا غبشان يعني او عدم وضوح رؤية وبيصير كمان يحسوا انه قلبهم منبض بسرعة وبيحسوا بتعب وارهاق هدول ممكن ملخصين نقدر نرجعها ملخصة كاملة حالات هبوط السكر اللي هم نفسهم اللي حكيتهم تعرق خاصة بمنطقة الرأبة والوجه بيصير عندهم ارتجاف رشفة توتر جوع طبعا بيحسوا بجوع كتير كبير لانه بهبوط عندهم نسبة السكر في الدم بيصير عندهم تسارع في ضربات القلب وصداع وعدم وضوح رؤية وبيصيروا يشعروا بالدوار فهي اهم الاعراض اللي بتسير وخاصة زي ما حكيت دانا بتسير عند الاشخاص اللي هم عندهم السكري نوع الاول لما ياخدوا جرعات زيادة من الانسولين طب خلينا نوضح في البداية اذا هو مرتبط بفقط مرضى السكري او الاشخاص العاديين يعني بيصيبهم لانه احنا بسمع من اشخاص عاديين ما عندهم مشاكل بيكونوا حتى شباب مثلا لهم عشر ساعات طول النهار مش ماكلين ناسين حالهم وبحسوا انه السكر نزل مرتبط بمرضى السكري؟ هلا هو كتير بيصير وكتير شائع ومرتبط بمرضى السكري مرضى السكري اللي هم بياخدوا الانسولين لانه عادة خاصة اولها يا بكونوا ماخدين جرعات انسولين زيادة هلا هو شو هم بيعمل اللي ما بعرف هرمون الانسولين هو عبارة عن هرمون مهم جدا احنا لما نتناول الاكل خاصة الاكل فيه نشويات اذا كان فيه خبز معكرونة روز اي اشي فيه سكر حليب حتى فيه سكر هاد السكر بده يتحلل نشويات تتحلل بيصير فيه سكر السكر لازم يروح للخلايا فاللي بنقول هالسكر للخلايا اللي هو هرمون الانسولين فعادة لما ياخدوا جرعات انسولين زيادة هادول الاشخاص بيرتفع كتير هرمون الانسولين ويزقي كنو بشطف السكر كله من الدم فبصير في عندهم ممكن حالات هبوط سكر او اذا بياخدوا جرعات انسولين اكتر من الاكل يعني بتلاقي بياكل كمية كتير بسيطة من الأكل وأخذ إنسولين أكتر من ما مفروض على كمية الأكل لأنه عادة إحنا بنعلمهم على حسب قديش بياكلوا بيأخذوا جرعات إنسولين أوكي فأو ما أكل كفاية وأخذ جرعة إنسولين فيه مرات الجرعة الإنسولين المسائية تلاقيهم ما أكلوا منيح ما تعشوا منيح أو تعشوا كتير بكير يعني كانت أخر وجبة على الأربعة وهي من الأخطاء اللي بتصير وجرعة كبيرة ما بفحص السكر في الدم فبيصفي هرمون الإنسولين كتير عالي فبيصير عندهم حالات هبوط سكر وإحنا ما لازم نستهين فيها لأنها ممكن تأدي لكوما أو ممكن تأدي لغيبوبة سكري فهي بتخوف جدا هذا بحال مرضى السكري هاي في حالات مرضى السكري هلا في حالات تانية أول إشي في مرات ممكن يكون مش هبوط سكر ولكن بيصير عندنا نفس الأعراض للأشخاص اللي هم يبكونوا تحت الضغط التوتر النفسي والسترس هلا عادة أعراض السكر بيصير في الأعراضي اللي حكينا عنها بس عادة لما نقيس نسبة السكر في الدم يعني يفضل نقيس نتأكد إنه هل هذا من السكر جاي من خبوط السكر ولا من إشي تاني وعادة أول ما يأكلوا إشي فيه سكر بترتفع نسبة السكر في الدم لازم نعمل الفحص قبل ما ناخد سكر طبعا لازم نفحص السكر عشان نعرف هل هذا منه ولا لا يعني فيه ناز مرات بدوخوا بتعبوا مش عارفين إذا ضغطهم نزل ولا طلع ولا بتلاقيهم بيعطوا سكر ومليحوا كله مرة واحدة صح حلا حسب طبعا لأنه إحنا لازم حسب الحالة الموجودة وهيكي على الأغلب إذا كان مريض سكري أو بأخذ جرعات إنسولين بتكون نوبة سكري هلأ فيه مرات بتصير نفس الحالات اللي هي التعرق والتعب وهي الأشياء بس بيكون ناتج عن ضغط نفسي عادة الاسترس والضغط هذا النفسي بيفرز هرمون اسمه الإبنفرين وهذا بيعمل نفس الأعراض فإذا كانت هاي الأعراض موجودة وحسيت إيها أنها ما راحت بتناول السكر فبديكون مش من ناتج عن هرمون الإنسولين يعني هلأ التصرف أنه أنا مثلا دخت وقست السكر وحسيت ونازل وأخذ سكر هو تصرف صحيح بالضبط هلا منحكي بالضبط كيف العلاج لإله هلا فيه حالات تانية بتصير عندها دانا حالات هبوط السكر اللي أكتر إشي زي اللي عندهم بيعملوا عمليات ربط معده عادة لأنه بيصير أو أص معده مشاكل هاي لأنه بيصير في عنا كمية كبيرة من الأكل بتوصل للأمعاء مرة واحدة فممكن يرافقها حالات الهبوط السكر في الأشخاص للأسف اللي بيشربوا مشروب كحول هذا كتير مرتبط في حالات هبوط السكر وبيعمل مشاكل كتير صحية هدول المجمين طبعا بيصير عندهم حالات في أشخاص عندهم اللي هي مقاومة إنسولين مقاومة إنسولين أو بيكون في عنا الإنسولين كتير حساس عندهم فبيصير عندهم حالات هبوط سكر بعد ساعتين لخمس ساعات من تناول الطعام يعني بتلاقي أكل وهي كتير شائعة ما بيكون عنده مشاكل بسكري ما بيكون عنده السكري النوع الأول ولكن عندهم مقاومة إنسولين أو عندهم مشاكل في هرمون تاني اسمه اللي هي حالاتها بتصير إنه الأعراض إنه بتلاقيهم بعد الأكل كتير مسمحة خاصة عند الشباب اللي كمان الصبايل عندهم سمنة بيكون عندهم مشاكل بهرمون إنسولين بتلاقيهم بعد ساعتين أو خمس ساعات ما بيأكلهم عادة مثلا بعد الوجبة مباشرة بيحسوا بحالات هبوط سكر وهاي إلها حل يعني هلا بنحكي كمان عن حل تعالى وبرضو مرتبط بالأدوية زي معا ومرتبط بالأدوية هلا في مثلا بعض الأشياء الأشخاص اللي بيأخذوا مش إنسولين بيأخذوا حبوب سكر مثلا بيأخذوا جرعات مختلفة عن الوصفها الطبيب أو أخذوا جرعات الإنسولين أو الأدوية مش بموعدها في بعض الأدوية بتعمل حالات هبوط سكر ولكن مش هبوط كبير زي معا بنحكي عنها يعني مرات إحنا بنحكي إنه مثلا هاد الدواء قبل الأكل أو بعد الأكل إلو دخل بموضوع السكر ولا لأ بيكون للوصف طبيبية؟ على الأغلب لا على حسب الدواء هون لازم نستشير الطبيب والصيدلاني يعني نتأكد إنه هل لأنه مرات بيأثر على امتصاص المواد الفعالة في الدواء أو عشان ما بسي ناخد الدواء على معدة فاضية بس إحنا عم نحكي الأغلب الأدوية اللي هي في مثلا الأشخاص اللي بيأخذوا أدوية لتنظيم السكر وغيرها كتير مهم نهتم بالجرعات نهتم إم تناخدها خاصة الشخص لما يتشخص بحالات مثلا أو بيبدأ يأخذ إنسولين كتير مهم يكون في عنا الثقافة كتير منيحة لهذا الهرمون يفهم المريض كيف لازم يأخذها قدي لازم يأكل كمية الأكل أنا سألتك لأنه بعرف مثلا مرضى سكري ما بيرضوا مثلا ما نحط الأكل ما بيرضوا يأكلوا أنه لأ هلأ أخذت الدواء لسه بالدواءت هذو يكون متعلق بالسكري ولا بالدواء مريض سكري آه مريض سكري هذول بيأخذوا جرعات إنسولين في جرعات إنسولين مثلا لازم تأخذيها قبل الأكل مباشرة أو لازم تأخذيها قبل نصف عامل الأكل هاي طبعا بيكون حسب الطبيب شو حاكي حالات لما يصير عنا حالة هبوط سكر يعني عنا مريض سكري أو مريض هبط عنده السكر فحصنا لقينا السكر عنده تحت سبعين بدنا نعرف شو نعمل وفي إجراء تاني إنه كيف نتحكم بأكلنا عشان ما يصير عنا حالات هبوط السكر فرح نحكي في الحالات الطوارئ اللي هي هبط السكر عند هذا الشخص القاعدة اللي هي خمستاش لخمستاش شو يعني خمستاش لخمستاش القاعدة خمستاش لخمستاش بتحكي خمستاشر جرام من النشويات أو من السكريات كل خمستاشر دقيقة هلا شو بيصير عنا عادة مشكلة أول ما يهبط مريض السكر يحسوا إنه في عنده هبوط سكر بيبدو مرة واحدة بتلاقيهم بسكر على عصير على هيك أشياء هلا عنا هاي القاعدة اللي هي خمستاش على خمستاش شو نعمل ممكن نعطي أول إشي زي ما حكينا بنعطي خمستاشر جرام من النشويات اللي هي بتعادل معلقة كبيرة مش صغيرة يعني ممكن صغيرة إذا كانت من نص كاسة مية معلقة كبيرة بكاسة مية نحط من السكر فيها خمستاشر جرام من النشويات هلا في صورة ثانية هلا بروضح كمان كيف منعمل ممكن ناخد نعطي معلقة عسل لالأشخاص هادول اللي نصابوا بي حالات هبوط السكر ننتقل لصورة اللي بعد في عنا معلقة عسل وممكن نعطي سكاكر اللي هو الملبس مش الشوغر فري اللي هو فيه سكر دايما ببس دايما ببس دايما ببسط او ممكن نعطي نص كوب من العصير طبعا عصير ما بدي يكون خالي من السكر العصير العادي هادول هم الجرعات اللي بنعطيها هلا شو نعطي مثلا في عنا هون عدة أنواع من الأكل والأشياء ممكن هلا نزل هبط السكر عنده نعطي معلقة عسل نعطي معلقة عسل كبيرة نقول خمستاشر جرام من النشويات لماذا اخترت العسل أول إثيه؟ عسل أو سكر ايش موجود قدامنا بس هادول اللي بتصاصهم كتير سريع فنعطيها بنستنى خمستاشر دقيقة نرجع بنفحص السكر عند هذا الشخص اوكي اذا كان ارتفع كله تمام خلص بيكمل وجبته العادية ما في جدا عندنا نعطيه سكر لانو شو بصيرو الناس سيرو يعطوا كميات كبيرة من الحلويات ولا هاي او ممكن ندوب معلقة صغيرة من السكر او معلقة كبيرة من السكر كحد اعلى بنس كاسة مين او نعطي مثلا معلقة مربة كبيرة المربة اللي هو فيه سكر مش المربة الدايت هاي واحدة من الطرق او مثلا ثلاث حبات من هذا الكاندي اللي صغير مثلا اي اشي فيه سكر نعطيها وبنستنى شخص بعد 15 دقيقة نشوف نفحص السكر عنده ارتفع ولا مرتفع المشروب الغازي اذا كان حوالينا نشوف اش فيه اش بالبيت المشروب غازي مش الدايت العادي منعطيك نس كاسة اذا دايت موجود الدايت ما رح يفيدنا لانو ما فيه سكر احنا بدنا اش يرفع السكر في الدم فبنا نحاول اش فيه اش بالبيت يكون يقدر يرفع السكر بس ما ما نعطيه كاسة منعطيه نس كاسة نس كاسة نس كاسة مشروب عادي غازي ما فيه اللي فيه سكر ونستنى بعد ربع ساعة من نفحص او نس كاسة من العصير عصير عادي عصير معلب عصير طبيعي فيه شوقت نعصر بس يعني انه بدنا اش يرفع السكر الحليب ممكن وموزة يعني ممكن نعطي فيه بس هلا ما مرفع السكر زي هون يعني العسل والسكر هو الخيار الاول اذا موضوع بالضبط هلا ممكن نعطي اكتر يعني هلا اذا حسينا الشخص سكر عنده قل من سبعين يعني ستين او تحت هون بخوف اكتر ممكن تعطي معلقتين او تعطي معلقة كبيرة وتستني شوي يعني ابو عشر دقايق ترجع تفحص السكر شوف اذا ارتفع او ست حبات من البسكوت الحلو اذا قادر يأكل يعني فيه ناس بصير عندهم حالات هبوط سكر على رقم ثمانين يعني عادة على السبعين او تحت فيه ناس على ثمانين بصير يحسوا بهاي الاعراض فممكن نعطي اشي خفيف مش كتير برفع السكر في الدم زي موزة زي ثلاث حبات تمر زي التمر برضو مش كتير يعطيها لا بنيح يعني برفع بس هدول على السكر سريع سرعة يعني تمانين كيما ناخد اشي ابطأ امتصاصه هلا بعد ما يصير عندنا حالة هبوط السكر بعد انه ربع ساعة حسينا هالشخص نعناش سكره ارتفع وكله تمام خلص بتناول موعد وجبته التانية وجبة صحية ناش نظن نعطي سكر وحلو يعني لانه كتير مرات فيه اشخاص ما بنتظم عندهم السكر او بيصير عندهم سمنة من هاي القصص بتلاقي مش عارف ينظم الهرمون الانسلين ومش عارف ينظم اكله وبصير عنده حالات هبوط سكر مرة مرتين بتلاقي بيعطوه سكر وكمية تعجي عنده الامور صير عندنا مشكل كتير طيب اذا الكميات مهمة جدا ربع بهاي الحالة لما يصير عندنا هبوط وبدنا نعالجها بالغذاء عم نحكي العسل قديش معلقة معلقة كبيرة تقريبا معلقة كبيرة تقريبا والسكر معلقة كبيرة اذا حتي حسينا انه مش كتير يعني على التمانين معطي معلقة صغيرة معلقة مربة كبيرة ثلاث حبات من الملبس نس كاسة مشروب غازي نس كاسة عصير البحليب والبسكوت والموز ممكن لما ما يكون كتير نازل السكر في الدم هلا في دانا الاشخاص اللي بيصيبهم هبوط سكر اللي هم ما عندهم سكري ولكن مثلا عندهم حالات مشاكل بهرمون الانسلين او مقاونة انسلين وبيصير عندهم حالات عدم انتظام للسكر في الدم او بيصير عندهم حالات الهبوط بعد الاكل بساعتين هدول كمان لهم نصائح كتير مهمة عشان ما يصير عندهم هاي الحالات اول اشي بدهم يوزعوا وجباتهم خلال النهار والوجبات يكون فيها نشويات يعني ما تتركز النشويات كلها بوجبة واحدة توزيع نشويات بالزبط يعني هدول اشخاص ما بيصبط انه ما يفطروا كتير في الاشخاص بيصير عندهم حالات هبوط بتقيهم طول النهار مش مكلين بيأكلوا وجبة كتير كبيرة بره واحدة بنهار وبعد ساعتين بتلاقي بهبط او بيصير عندهم حالات هبوط السكر اوكي لا هدول بدهم يعرفوا انه لازم يقسموا نشويات على الفطور والغدا والعشا ويقسموا نشويات لما نحكي نشويات نحكي على فواكب نحكي على لبن منحكي على حليب هدول كله فينا شويات اوكي اللي بيصيبهم هبوط السكر انهم مش عم بيأكلوا او ناسين حالهم بدون اكل هو سبب الاكل بنا نوزعنا شويات اكتر بزبط وزي ما حكيتي نبعد عن الدهون بزبط نبعد عن الدهون والكفايين يعني قهوة شاي ما يعخدهم كتير لانه برضه بتعطيهم نفس حالات هبوط السكر نعم هو زي ما حكيتي الموضوع شوي صعب لانه الواحد بس يدوخ مش عارف نزل الضغط نزل السكر هل هي عوامل توتر فنفحص قبل ما نعمل كل هذا حكي الفحص هو بيكون الدليل خاصة لمريض سكري لازم يكون عنده جهاز فحص السكر دائما بالبيت ودائما معه احسن خاصة اذا بياخد هرمون الانسولين لانهم من الاكتر معرضين اللي بياخدوا جرعات انسولين تمام كل شكر اليك شكرا اليك شكرا شكرا للمتابعة وما تنسوا تشتركوا في القناة لا تعرفوا كل شي جديد شكرا